أم زاهر زين من سوريا تقول أنا جتني الدورة الشهرية سبعة أيام واليوم السابع من انتهاء الدورة كنت ناوية الاستحمام والطهارة جاءتني كورونا في اليوم السابع من الدورة ما استطعت الاستحمام بسبب الحمى والألم في جسمي هل أقدر أن أصلي الصلوات قضاءا بعد الشفاء أختي أم زاهر زين من سوريا شفاكي الله وعفاكي وكتب الأجرك وجعل ما أصابك كفارا ورفع الدرجة وعلو منزلة أخت الفاضلة طبعا الواجب عليك الآن نعم قضاء هذه الأيام التي ما صليتيها في هذه الفترة التي أصبت بها في كورونا بعد أن تغتسلين وكان الواجب عليك أخت الفاضلة أنك ما تتركين الصلاة حتى لو كنت مصابة بكورونا فإذا استطعت الطهارة بالماء تطهرتي إذا ما استطعت الاقتسال بالماء بسبب المراض والألم تتيممين أخت الفاضة فإن التيمم بدل عن الماء التيمم بدل عن الماء فتتيممين تضربين ضربة واحدة تنفخين في يدك وتمسحين وجهك وكفيك خلاص ارتفع حدثك ولله الحمد والمن وتصلينا الصلاة كل صلاة في وقتها سواء يعني إذا ما استطعت القيام تقعدين إذا ما استطعت القعود وأنت على جنب أو مستلقية كل هذا ولله الحمد مما هو مشروع بالنسبة لي المصلي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلذلك أنت أخت الفاضلة أكيد ما كنت تعرفين الأحكام هذه الواجب عليك الآن الاغتسال ثم قضاء هذه الصلاة إذا اغتسلت وصليت ولكن الصلاة التي في وقت مرض كورونا ما صلتها تصلينا الآن تقضينها بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر